عايزين نتكلم حبة على القوة النعمة ولما هنيجي نتكلم على القوة النعمة مش هنتكلم عليها من حيث المصطلح وحسب ولا من حيث انه احنا كويسين وزي الفل وخلاص خالص احنا هنتكلم عليها بالحقائق والارقام فيجي سؤال وهل تقاسل قوة النعمة بالحقائق والارقام تصدق طلع ايوة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة تفضل مشكورا وفي اطار سلسلة رائعة بصراحة عاملها تحت عنوان اين كنا وكيف اصبحنا فعندنا هذه الحلقة من هذه السلسلة سلسلة الناعمة لمصر اين كنا وكيف اصبحنا مؤسسة كبيرة موجودة في لندن المملكة المتحدة اسمها براند فاينانس براند فاينانس دي شغلتها تقديم استشارات وتقييم علامات تجارية لمختلف الدول شغلتها انها تقدم هذه الاستشارات المتعلقة بمدى التأثير وخلافه مقرها الرئيسي لندن زي ما بقولك متواجدة في حوالي 20 دولة حول العالم تعال نشوف الجماعة بتوع براند فاينانس ايلين ايه عن القوة النعمة في مصر هو الاول حطلك التعريف تعريف القوة النعمة هي قدرة الدولة على التأثير في مختلف الفاعلين الدوليين سواء زي كانت دول او شركات او مجتمعات او اشخاص عن طريق الجذب والاقناع وليس فرض القوة التقليدية او اللجوء للإكراه المؤشر بتاع براند فاينانس كل دي كلها مقدمة عشان تبقى فاهم فبيقولك اولا مدى ادراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة النعمة مدى تأثيرها على الساحة العالمية الى جانب تقييم تعامل الدولة مثلا مع جائحة كورونا الحاجة التانية هي تقييم اداء الدولة في سبع ركائز اساسية بناءا عليها هنقدر نفهم هذه النقاط او هذه الحقائق والارقام التعليم والعلوم العلاقات الدولية التجارة والاعمال التراث والثقافة الترويج الاعلامي والتواصل مع الخارج الحوكمة والقيم طيب عشرين عشرين احنا كنا في المركز رقم تمانية وتلاتين في الدنيا عشرين اتنين وعشرين بقينا المركز واحد وتلاتين طيب قفزنا كم نقطة قفزنا من اربعة وتلاتين وتمانية من عشرة لواحد واربعين وستة من عشرة طيب المؤشر ده وهو بيتعمل بيعمل ايه بيعمل استطلاعات رأيه طيب استطلاع الرأي بيبقى العينات بتاعته على اكتر من ميت الف مشارك من فين من اكتر من ميت دولة علشان يتعمل قياس للتصور يبقى قياس سليم وخبالك طيب تعالى نشوف ايه بقى بناء على هذا المؤشر اللي اعتمد على اكتر من ميت الف مشارك في هذا الاستطلاع ومن اكتر من ميت دولة تقريبا حوالي مية وعشرين دولة بتشتغل عليهم براند فاينانس تعالى تشوف الصفحة اللي بعدها بتقول ايه زيادة قدرها تلاتة وثلاتة من عشرة نقطة وتعتبر مصر في طليعة دول العالم اللي حققت تقدم في المؤشر العالمي للقوى النعمة سنة اتنين وعشرين وقدمك الخريطة متلونة مفتاح الخريطة بيقول ايه تلات نقطة يبقى كحلي او تلات نقطة وزيادة يعني احنا تلاتة وتلاتة من عشرة نقطتين لحد تلاتة هيبقى اللبني من واحد لاتنين هيبقى برطواني فاتح او اصفر يعني واحد يبقى البرطواني لو احمر فيه تراجع طيب وفيه دول هتلاقيها بالرمادي ودي تمت لأول مرة اضافتها في هذا المؤشر بص مصر كده وهي متصدرة المنطقة بتاعتنا يا سلام اهو مصر كحلي زي زي الولايات المتحدة الامريكية زي زي الصين زيها زي اسبانيا ايه زي فرنسا اظن كمان هو ودي ايطاليا قدامي وتركيا موجودة والهند وروسيا ودي منطقة بريتش كولومبيا في كندا هناك ايه والبرازيل يعني هنا بنتكلم على كم دولة واحد اتنين تلاتة الامارات صح كده لو انا شايف صح من بعيد ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة جنوب افريقيا فرنسا وايطاليا يبقى تسعة اسبانيا عشرة البرازيل حداشر الولايات المتحدة الامريكية اتناشر المكسيك تلاتاشر بريتش كولومبيا الكندية اربعتاشر من ضمن كل دول العالم دي الدول اللي تقدمت وطبقا لبراند فاينانس فحضرتك في طاليعة دول العالم اللي بعد اللي بعد ايوة بص بقا تحسن ترتيب مصر بيعكس ايه براند فاينانس بيقولوا ان هذا يعكس تقدما في مختلف المؤشرات الفرعية للقوة النعمة طب ايه هي المؤشرات قالك اولا مدى ادراك وتقييم المواطن والمتخصص المشارك في مؤشر القوة النعمة اولا المعرفة اتنين التأثير تلاتة السمعة اربعة موجهة جائحة كورونا شوف مصر في مؤشر المعرفة اشتغلت ازاي عشرين اعشرين كانت واخدة ستة ونص نقطة في اتنين وعشرين بقت سبعة واحد من عشرة نقطة طيب في مؤشر التأثير ايه اللي حصل عشرين اعشرين كنا تلاتة وستة من عشرة نقطة ثم تلاتة وتمانية من عشرة نقطة اخيرا اتنين وعشرين اربع نقاط خمسة وتمانية من عشرة ثم خمسة وتمانية من عشرة مرة تانية في مؤشر السمعة مواجهة جائحة كورونا واللي من خلاله التعافي الاقتصادي الرعاية الصحية توفير اللقاحات تقديم المساعدات الدولية وما إلى ذلك كنا ثلاثة نقطة سنة واحد وعشرين أما في اتنين وعشرين بقنا ثلاثة وتسعة من عشر نقطة أنا عايز أقول لك على موضوع السمعة ده مهم جدا لأنه بيشير لإيه مدى تمتع الدولة بسمعة قوية وإيجابية على مستوى العالم دي سمعة مصر طيب كذلك التأثير فده بقى بيشير إيه لا مش هنرجع لها ما تقلقوش لكن بيشير أيضا إيه لا مسألة تقدم قدرة مصر في تأثيرها على الساحة الدولية تعال نشو براند فاينانس بيقولوا إيه تاني مصر من أفضل دول العالم أداءا في مؤشر قوى العاملة آه النعمة يا سلام ويا عقبال قوى العاملة برد مصر تحسن ترتبها بشكل بيعكس التقدم في مختلف المؤشرات الفراعية وده كلام براند فاينانس طيب تعال نشوف تقييم أداء الدولة بالتحديد في السبع ركائز الأساسية لقوى النعمة ايه هم السبع ركائز التعليم والعلوم كنت عندك نقطتين في عشرين عشرين بقيت تلات نقط في اتنين وعشرين طيب وعلاقاتك الدولية كنت اتنين وتلاتة من عشرة أصبحت تلاتة وتلاتة من عشرة طيب مؤشر التجارة والأعمال هل يتقدم ولا هو سابت ولا هو متأخر لا ده بيتقدم من اتنين واثنين من عشرة لتلاتة ونص نقطة تقدم واضح طيب مؤشر الحوكمة وهو مؤشر شديد الأهمية وده من المؤشرات بالمناسبة الجذبة بشدة للاستثمار إذا كان استثمار وطني عربي أو أجنبي فأنت كنت واحد وستة من عشرة في عشرين وعشرين وكملت الحد اتنين واثنين من عشرة السنة اللي فاتت على طول دي طبعا لسه نهاية تلاتة وعشرين هنشوف احنا وصلنا لحد فين طيب الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج نشوف احنا كنا فين في عشرين وعشرين واحد وتمانية من عشر وصلنا الفين في اتنين وعشرين تلاتة واثنين من عشرة يعني نقترب حتى من ضعف عدد النقاط طيب مؤشر التراث والثقافة حصلت مصر للعام الثالث على التوالي على جائزة الدولة ذات التراث الأكثر ثراء في العالم وده حسب تقييم المؤشر في 2020 2021 2022 هو أكيد إحنا التراث الأكثر ثراء يعني بإذن الله ليوم الدين مش حد هيعرفي نفسنا في دي بصراحة طيب نقاط مؤشر مصر في مؤشر القيم اتنين وستة من عشرة في عشرين عشرين اتنين وتسعة من عشرة في واحد وعشرين تلاتة واحد من عشرة في عشرين اتنين وعشرين في هذا المؤشر القيمي إذن أنت لازلت فيه الصعود كمل اللي بعده طيب هل الحكومة ده سؤال هل الحكومة اشتغلت على الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم ولا لأ يا آه يا لأ احنا اللي هنقول هو احنا نقول ونقول ما استسيبك مننا دلوقتي خلينا في براند فاينانس تحقيق الريادة في مجالات التعليم والعلوم هم أيلين الآتي احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطاني واستطاعت إدراج 23 جامعة إضافية خلال 8 سنوات أخيرة عشان تبقى فهم التصنيفات الأكبر في العالم هو تصنيف التايمز وتصنيف كيو أس دول أهم وأكبر تصنيفات للجامعات والتخصصات الجامعية والبرامج الجامعية إلى أخيرها فانت دخلت 23 جامعة إضافية في 8 سنوات مع أنه قبل كده كان كل اللي مدرج في التايمز إنه مش مقولك ده عدد الجامعات اللي كانت في مصر لا اللي كان مدرج في تصنيف تايمز تلت جامعات بس ودمتم جيت في التلت سنين الأخار أصبحت مصنف بـ 23 جامعة زيادة فأصبح عندك تصنيف في التايمز بـ 26 جامعة تصنيف في التايمز بـ 26 جامعة وده مهم جدا عشان تبقى فهم طيب مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم بتجري دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا وفقا لفينبولد سنة 2020 ده كلامنا؟ ده كلام الجماعة الأجانب إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبوماتريكس الأسباني سنة 2023 المركز القومي للبحوث تصدر قائمة المراكز البحثية في الشرق الأوسط كله مش المنطقة العربية ناس الشرق الأوسط كله وشمال إفريقيا وده وفقا لمؤشر سكيماجو الأسباني وجاءت ثلاث مراكز بحثية مصرية غير المركز القومي للبحوث ضمن العشر مراكز الأولى لسنة 2022 في نفس دات المنطقتين أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيب مصر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا في مجال نشر البحوث العلمية في المجالات المفهرسة عالميا في منصة سايفل العالمية سنة 2020 وعودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم على أيام كان لنا فرع لجامعة القاهرة في الخرطوم حصلت أمور واستجدت أمور ثم عادت الأمور إلى مجاريها ورجع فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل وبيتم تجهيز فرع جامعة اسكندرية في العاصمة التشادية إنجامينة وفي جوبة في جنوب السودان للعودة وبدء الدراسة اللي بعده وتقدر تقول يا سلام عليك يا مصر قال لك يا جماعة لماذا لا تستثمرون في البحث العلمي؟ طب هو كان عندك ثلاث جامعات يا راجل يا طيب هم اللي موجودين في التايمز بقوا ستة وعشرين جامعة يبقى أنا بستثمر في التعليم الجامعي والبحث العلمي ولا لأ لأ ومش بس كده بقى لي تصنيف هديجي نقول تصنيفك رقم كام أقولك بالمناسبة اللي يسأل السؤال ده عيب بجد يعني ليه عيب؟ لأنه لو إحنا افترضنا إنه من ضمن التلاتة وعشرين جامعة الجداد اللي دخلوا التصنيف من ضمنهم جامعات عمرها سنة وسنتين وتلات سنين ما تسألنيش النهاردة أنا ترتيبي إيه في التصنيف أبدا لأنه ده قائم على واحد عدد الطلب الدوليين في هذه الجامعات اتنين معدل النشر تلاتة الخارجين لأنه لسه في بعضنا بعض هذه الجامعات لسه أنا ما طلعتش دفعات وهكذا كون إن أنا دخلت تصنيف تايمز يبقى أنا كده ماشي في التمام كلها كم سنة وساعتها هتشوف التصنيف بتاعك واصل في بعض الجامعات المصرية وخلينا بس فكرين هتوصل لأهم مية جامعة بعض الجامعات في مصر هتوصل لأهم مية اللي هيجي لك ده أنت مش في أول ألف قوله بأنت عمرك لا فتحت لتايمز ولا فتحت كيو اس أنت في البطاطا تعال نروح على قوة النظام التعليمي ونشوف هل الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم بيقول أن أنا النظام التعليمي بتاعي أصبح أكثر قوة طيب أقوله طب تعلم بص أنا عندي ميتين خمسة وتسعين ونص في المية نسبة زيادة عدد الطلاب الوافدين في الجامعات والمعهد المصرية يعني اللي جايين من خارج جمهورية مصر العربية يحملون جنسيات أخرى يعني أنا أقترب من ثلاث أبعاف تصدق أنا كان عندي قد إيه لحد سنة 2014 هما 22 ألف طالب أما في 22 بقينا 87 ألف طالب تعالنا نشوف يو أس نيوز هما تحديدا بيقولوا إيه بيقولوا أنه مصر تقدمت 14 مركز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن يو أس نيوز لحد 2019 أو في 2019 بالتحديد إحنا كنا في المركز 51 فعشرين اتنين وعشرين بقينا في المركز 37 في جودة التعليم في المركز 37 على مستوى الدنيا طيب نسبة زيادة الكليات والبرامج الحصلة على الاعتماد والجودة وركز مع كلمة برامج لأنه ده المصطلح المتعارف عليه في التعليم الجامعي في العالم 2014 أنا كان عندي ستة واربعين برنامج وكلية عشرين اتنين وعشرين بقيت تلتمية وستة برنامج تعليمي يعني معدل الزيادة بتاعي خمسمية خمسة وستين في المية يبقى أنا الدولة تستثمر في التعليم الجامعي أول لأ ده واحد اتنين في جودة التعليم الجامعي أول لأ بس الرقمين قدامكم 295 ونص وخمسمية خمسة وستين واثنين من عشرة نسب مقوي بص على مؤسسات تعليم أكاديمي دولية على أرض مصر تعال نشوف أنا عندي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مرحلتها التانية عندي الجامعة الأهلية الفرنسية أنا هنا بكلمك على إيه أكاديميات دولية مش بس أكاديمياتي أنا ولا جامعاتي أنا أنا بكلمك على الدولي تاني المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا طيب والجامعة الأهلية الفرنسية وعندي فرع جامعة إسلاسكا في مصر والجامعة الألمانية الدولية وعودة فرع جامعة بيروت العربية للعمل مرة أخرى طيب مؤشر الابتكار العالمي وده واحد من أهم المؤشرات اللي انت لازم تقيس عليها أنا كنت في المركز 99 سنة 2014 بقيت تقدمت عشر مراكز ووصلت إلى المركز 89 لسه في تاني طبعا لسه أنا تقدمت عشر مراكز من 2014 إلى 2022 يعني أنا هنا بتكلم في ثمان سنين صح؟ ثمان سنين عشر مراكز إيه يعني؟ أقول لك لقيت قال ليه أنا كنت بحارب إرهاب وبابني اقتصاد وبشتغل على الوضع الداخلي وتقدمت عشر مراكز أمال في الثمان سنين الجايين هعمل إيه؟ خليها السبع سنين رؤية عشرين تلاتين أنا حب الجملة دي جدا ستة وعشرين ترتيب هو ترتيب مصر في مؤشر سكيماجو للنشر العلمي سنة عشرين واحد وعشرين طيب أنا كنت فين في عشرين وعشر كنت في رقم سبعة وثلاثين أطلقنا سبع دورات لمعرض القاهرة الدولي للابتكار من 14 لتلاتة وعشرين صفحة سبعة عجبتني صفحة ستة دي قوي بصراحة قوي يعني طيب براند فينانس مصرّة إنها تقول لنا يا جماعة مصر من أفضل دول العالم أداء في مؤشر القوة الناعمة طيب تعال نشوف العلاقات الدولية هل الحكومة بزلت جهدا حقيقيا في العلاقات الدولية والنظرة الدولية في مصر لمصر هل ارتقينا نشوف اللي تقال مصر هي أول فريق دولي خد بالك يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال وفقا لمؤسسة UNHCR طيب رئاسة مصر لمجموعة السبعة وسبعين والصين سنة 2018 استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة كوب 27 شرم الشيخ مصر تترقص الاتحاد الإفريقي وخلينا أقول لك بس ما بينقصين بالإجماع مش بالأغلبية سنة 2019 اختيار مصر مقر لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط لما جبنا جول على رأي الرئيس سنة 2017 لما أسسناه إطلاق المبدرة المصرية لإعادة إعمار غزة فتقف مصر دائما هي الأولى بجانب أهلينا في فلسطين ووقتها قدمنا مساعدات بنصف مليار دولار للقطاع واخواتنا هناك طيب بدأنا أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سنة 2014 وده كان لتعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي وبالفعل تم من خلال هذه الوكالة إفادة عديد من القوافل للدول الصديقة وتقديم العديد من المعونات المتنوعة وخلونا نتذكر أيام الكورونا على سبيل المثال للحصر قدمنا المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكتر من 30 دولة شقيقة في إفريقيا علشان نواجه مع بعض انتشار هذا الفيروس الملعون قدمنا الخدمات الطبية لأكتر من 16 ألف حالة متضررة من السيول عند الشقيقة الرائعة التاريخية السودان سنة 2020 وتمت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 23-24 مصر هي سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإرجع للمنظمة الأممية إذا حضرتك عاوز تتأكد صفحة 8 طيب التجارة والأعمال يا ترى الحكومة عملت إيه؟ هل ارتقت؟ هل ثبتت؟ هل تراجعت لقدر الله؟ والله الأرقام هي اللي تقول بخصوص سهولة بدء الأعمال عندنا خمسة ونص لقطة مئوية قيمة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي طيب إزاي يا يوسف؟ أقولك أنه أنا عندي من 13-14 20-13-20-14 كنا 65-4 من 10% بقينا 70-9 من 10 قول 80 ربنا يبارك اللي بعده؟ عندنا صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بنسبة 11-12% احنا كنا 4 و 2 من 10 مليار دولار لحد سنة 14 لكن أو تحديدا في 13-14 نحن قبل كده كان عندنا أزمة كبرى يعني كبرى 8 و 9 من 10 مليار دولار 21-22 في هذا العام المالي طيب اللي فات 21-22 اتقدمنا قد إيه بقى في مؤشر بيئة الأعمال 57 مركز تخيل مصر سنة 15 كنا في المركز 95 أما سنة 21 نحن لسه ما جلناش أحصاء 22 سنة 21 بقينا في المركز 38 دا تقدم مصر في مؤشر بيئة الأعمال طيب التبادل التجاري قيمة الصدرات المصرية زادت بأي نسبة سيبك من المبلغ دلوقت 78% زيادة احنا كنا منصدر بحوالي 28.18 مليار دولار دا تبقى للعام المالي 20 13-20-14 تعال نشوف 21-22 59 من 10 مليار دولار يعني 51 وأنا أقول لك في العام المالي 20-23 هيبقى أكتر من كده بكتير لأسباب عدة من ضمنها صدرات الغازة الطبيعي للعديد من الدول ومنها أوروبا تعال نشوف زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية يعني علامات تجارية من بتاعتنا مصر سونعة في مصر 22 علامة تجارية سنة 14 بقينا كم علامة تجارية مقدمة دوليا موجودة في الأسواق الدولية من 22 علامة وصلنا الواحد وخمسين علامة تقريبا الدبل صح على رأي أستاذ فؤاد المهندس مش كده ولا إيه طيب إمكانيات النمو الاقتصادي عندنا في مصر براند فاينانس بتقول الاقتصاد المصري هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022 بناتج محلي إجمالي يبلغ 469 مليار دولار وفقا لبينات صندوق النقد الدولي مصر من الدول القليلة على مستوى العالم اللي نجحت في تحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كورونا توقع البنك الدولي أن مصر تحقق أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري صفحة 9 تعال نشوف الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج أكتر من ربعمائة قناة تلفزيونية دولية ربعمائة قناة دولية تتحدث عن مصر كبريات الصحف ووسائل الإعلام قامت بتغطية حدث نقل المميوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفستاط ده على سبيل المثال 63 مليون وخمسمية ألف زائر من 28 دولة حول العالم لإيه بقى قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ومتابعة فعاليات مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك 133 ألف زائر للجوالات الإفتراضية لمتحف الفنون التشكيلية على مواقع وزارة الثقافة إيه ده 68 منتدى حواري ومنص التفاعل اجتماعي تم إقامتها بهدف التواصل مع المصريين في الخارج 15 معسكر تم تنفذهم لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئيسية اتكلم عربي 1670 إمام وقارئ تم إفادهم وإعارتهم لدول العالم في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير أفكار مصر وأكتر من 14.5 ألف كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تم إهداءها لمختلف دول العالم 10 طب الحوكمة يا يوسف بص يا سيدي ويد ايكينامك فورم قالك احنا في 2015 مصر كان ترتبها 136 سنة 15 بعد 6 سنين بقى مركزها 55 يعني تقدمت كم مركز في مؤشر الحوكمة 81 مركز في مؤشر أو مؤشرات الحوكمة في مؤشر تحديدا الأمن والسلامة طيب ده معناه ايه؟ معناه انه بيقولك هذا المؤشر يا جماعة بيقيس حاجة مهمة جدا ايه هي؟ قطاع السياحة وبيئة الأعمال وتعرضهم لمخاطر أمنية فمصر قدرت تغير ده لماذا تحاربونا الإرهاب؟ نحارب الإرهاب عشان الناس تعيش نحارب الإرهاب عشان الناس تنزل من بيتها نحارب الإرهاب عشان الاقتصاد يتحرك نحارب الإرهاب عشان العالم يبدأ ينظر لنا نظرة شديدة الاختلاف فنتقدم فيه 81 مركز في 6 سنين جلوبال فاينانس بيتكلموا على الدول الأكتر أمانة انت عارف مصر سنة 19 كانت وصلة يدوب لحد المركز 103 جينا في 21 بقينا في المركز 61 ايه 65 ومن في 23 هنوصل فينا فندا طيب تعال نشوف مؤشر السلامة الشخصية والأمان احنا كنا في المركز 62 على مستوى العالم بقينا في المركز 42 الله طيب تعالى نشوف البنك الدولي بيقول ايه على مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف احنا كان عندنا يدوب هما 7 وستة من عشرة نقطة بقينا 14 وستة من عشرة نقطة ده غياب العنف وغياب الإرهاب والاستقرار السياسي مصر احتلت المرتبة الاولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأي مؤسسة جالب سنة 2021 طيب هو المؤشر ده بيعتمد على ايه بيعتمد على استطلاع رأي المواطنين في اكتر من 122 دولة في العالم تعالى نشوف اللي بعده في صفحة 11 الاولى عربيا والسادسة عالميا وبرضو مش عاجب ماشي المؤشر القيمي مؤشر القيم ده مهم قوي المؤشر ده قوي تنفيذ مش تنفيذ مشروع اهل مصر واللي بيهدف لنشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبز العنف والتطرف اتعمل 3493 نشاط لنبز التطرف الفكري والعنف واستفاد من هذه الانشطة اربع مليون مواطن اربع مليون بيت اربع مليون مواطن اربع مليون بيت ومصر احتلت المركز السبعتاشر على مستوى العالم في مؤشر الترحيب بالثقافات الاخرى لسنة عشرين اتنين وعشرين ده طبقا لا اكسبات انسايدر حداشر مؤتمر دولي تم اقامتهم لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير فكر مصر والمصريين خمسة وثلاثين مركز للثقافة الاسلامية تم افتتاحهم وتم اصدار وإتاحة تلاتتاشر ترجمة لمعاني القرآن الكريم عبر الموقع الرسمي لوزارة الاوقاف وخروج مصر للعام السادس على التوالي لقوا اتفتكر ان ده خبر وحش احنا خرجنا من قيمة الدول المثيرة للقلق وفقا لتقرير الحريات الدينية الدولية ست سنين خرجنا من هذه القائمة السوداء احتلت مصر المركز رقم خمستاشر على مستوى العالم في مؤشر سهولة الاقامة للوافدين لسنة عشرين اتنين وعشرين وايضا طبقا لاكسبات انسايدر المؤشر بيتكلم على ترحيب افراد المجتمع بالزائرين ومدى توافر ثقافة الود والاحترام تجاههم والله اذا احنا المفروض نحتل المركز رقم واحد تعال نشوف صفحة اتناشر وماذا عن الرياضة الثقافية اختيرة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الاسلامي من قبل منظمة العالم العام الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة اسيسيكو تنظيم فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة تنظيم مصر العام الثقافي المصري الصيني سنة 2016 واطلاق العام الثقافي المصري الفرنسي سنة 2019 وفعليات عام التعاون الإنساني المصري الروسي 2021 الطعمة دي طيب دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وده كان بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية وانطلقت فعليات الدورة 54 للمعرض في هذا العام كنا بنغطيها لسه من كام يوم يعني وشارك فيها 1074 ناشر من 53 دولة النشاط الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما موسم 2021 من أهم الأكاديميات بالمناسبة اللي موجودة هناك في إيطاليا ومن أهم أكاديمياتنا في الخارج حقيقي يعني تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو ياه يا طول الانتظار طب أنا راضي زمتكم رحلة العائلة المقدسة عمرها 2023 سنة ماشي طيب تاريخ مصر الحديث بدأ من 1805 ماشي كل ده مسجلناش المصار لكن في الجمهورية الجديدة تسجل ده يعكس الاختلاف الفكري في حاجة اسمها مخ عقل احساس بالقيمة وبالتراس بثقافتك يا أخي تسجيل السيرة الهلالية والتحطيب والأرجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوي بالصعيد ده جزء أصيل من تراثنا وثقافتنا تم تسجيلهم على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو ونجحت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول العربية في تسجيل الخط العربي أيضا أخيرا صفحة 13 الجهود الحكومية والنظرة الدولية في مسألة بقى مؤشر التراث والثقافة بوس وولد ايكينوميك فورم بيقولك إيه بيقولك مصر تقدمت في مؤشر تنمية السياحة والصفر 32 مركز من 15 ل 21 احنا كنا 83 بقنا 51 يو اس نيوز بيقولوا تقدمنا سبع مراكز في مؤشر الارث وده بيقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية فكنا في المركز 13 في العالم بقنا في المركز السادس طب عندنا استحق المركز الأول وبامتياز هو في حد عنده اللي زي اللي عندنا استحالة برضو فيهاش منافسة دي ولازلنا الطريق مستمر وهناخد المركز الأول مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في عام 20-23 طيب ده كلامنا أو كلام حكومتنا لا والله ده كلام CNN Travel CNN مش بتاعتنا هم اللي بيقولوا ان احنا من ضمن أفضل المقاصد السياحية في 20-23 إدراج المتحف المصري بالتحرير على القيمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي تطوير مواقع مصار العائلة المقدسة واللي بيعتبر مصدر للسياحة الدينية على مستوى العالم مصر فيها حاجات مش موجودة في الدنيا مش موجودة في الدنيا هو حد عنده مصار عائلة مقدسة غيرنا طب هو ربنا تجلى على أي بقعة من هذا الكوكب غير عندنا احنا لا احنا بس طيب يا سيدي تعال نكمل وطبعا اقامة فعالية لؤسر طريق الكباش مصر بزلت كم جهد الاسترداد قطع أثرية من بره استردنا 29150 قطع أثرية من 14 ل 22 وجار العمل بالمناسبة المتحف المصري الكبير بحكم الجيرة يعني بعدي عليه كتير بات قبق أوسيني أو أدنى واكتمال تشهيد قبق أوسيني أو أدنى من الافتتاح لكن اكتمال تشهيد متحف المصري الكبير مساحته أكتر من 300 ألف متر مربع إشادت كل المؤسسات الدولية تقريبا يعني ستاندرد أمبورز بالمناسبة قالوا نتوقع تعافيا كبيرا لقطاع السياحة المصري في عام 2023 خصوصا بعد استضافة مصر لكوب 27 وبجانب المتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري أما فوربز فبيقولوا بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف أثري في العالم مع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة بما في ذلك كنوز الفرعون الصغير توت عن خقامون وقلت لكم على فعالية الأقصر وطريق الكباش الصحف العالمية في غالبيتها وصفتها بالاحتفال المبهر وصفوها بأنها أعادة رونق وسحر الأقصر المدينة الجميلة أغلب صحف العالم اتكلمت على أن المظاهر الجمالية والحضرية الموجودة هناك أصبحت بحق بسبب إلقاء الضوء عليها هي من أبرز المقاومات السياحية والأثرية المتميزة والتي تروج لمصر على مستوى العالم مش بقول لكم حالي لازم ناخد مركز الأول في موضوع يو اس نيوز ده بدل محنة في مركز السادس والله هنوصل للمركز الأول وقريبا